موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار من قناة UATV في العاصمة كييف أنا محمد زاوي وهذه أبرز العنوي الموالون لروسيا يعززون مواقعهم في الدنباس بالأسلحة الثقيلة محاولة اغتيال مرشح الرئاسة في البرازيل وفي النشرة أيضا نتعرف على المسكن التقليدي في قرغستان أهلا بكم قال الجانب الأوكراني في مركز التنسيق والمراقبة لوقف إطلاق النار في الدنباس إن المحتلين الروس يقومون بتعزيز مواقعهم بالأسلحة والمعدات الثقيلة في انتهاك واضح لاتفاقات منسك في إشارة إلى البيانات الواردة من بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المراقبون كشفوا تمركز أكثر من 200 دبابة وعشرات من المركبات القتالية وقاذفات صواريخ وأنظمة المدفعية ذات العيارات المختلفة وقذائف الهون وأنظمة الصواريخ المضادة لطائرات وفقا للبيانات فإن قوات الاحتلال الروسية نشرت نحو 472 من القطع العسكرية والغالبية منها محظورة الاستخدام في الدنباس وفي ذات السياق قال المتحدث باسم المركز الصحفي لقيادة القوات الموحدة فيتشيسلاف بيتروفسكي إن قوات الاحتلال الروسية قصفت ليلا بالمدفعية موقع القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كريمسكي دون خسائر تذكر في صفوف القوات الأوكرانية منذ بداية اليوم قام العدو بإطلاق النار على مواقع القوات الموحدة خمسة مرات بالقرب من بلدات كريمسكي هنوطا وفادي نوي وبهذا خرق الهدنة المدرسية لوقف إطلاق النار وتشدر الإشارة إن أن بلدة كريمسكي قصفت باستخدام المدفعية هذا وقصف المحتلون الروسي المواقع الأوكرانية في الدنباس 28 مرة خلال 24 ساعتنا الأخيرة دون استخدام الأسلحة الثقيلة موقع القوات الأوكرانية في كل من كريمسكي مايورسكي بيسكوف كراسناهوريفكا وبافلافولي فاديان هنوطوف وشيروكنا تعرضت لقصف بقاذفات القنابل والرشتات الثقيلة والأسلحة الخفيفة ووفقا للاستخبارات الأوكرانية فإن المعارك أسفرت عن مقتل مسلحين خلال اليوم الماضي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح فيما لم يبلغ عن وقوع ضحايا في صفوف القوات الأوكرانية فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخص واحد وشركة مرتبطين بحكومة كوريا الشمالية على ذمة حادث قرصنة ضد شركة سوني بيكترز في عام 2014 وقع حادث القرصنة حينما كانت سوني عملاق الترفيه تستعد لإطلاق فيلم المقابلة وهو فيلم كوميدي يتحدث عن مؤامرة لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون وتضمن الاختراق كميات كبيرة من البيانات السرية وتسريب رسائل بريد إلكترونية أقل وزير الخزان الأمريكي ستيفن منوشن في إعلانه عن هذه الخطوة أنه لن يسمح لكوريا الشمالية بتقويض الأمن المعلوماتي العالمي لتعزيز مصالحها وتحقيق إرادات غير مشروعة في موضوع آخر أعلنت الخطوط الجوي البريطانية تعرض معلومات بطاقات ائتمانية لثلاثمائة وثمانين ألف مسافر للسرقة من قبل قراصنة إنترنت وأضحت الشركة في بيان أن القراصنة سرقوا معلومات بطاقات المسافرين الإئتمانية عبر اختراق موقع شراء التذاكر الإلكتروني في الفترة بين 21 أغسطس الماضي والخامس سبتمبر الجاري وأشارت إلى أن رحلات المسافرين ومعلومات جوازات سفرهم لم تتأثر بعملية سرقة المذكورة وأضحت الشركة أنها تواصلت مع المتضررين داعيتنا المتخوفين من تداعيات الحادثة إلى التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأكدت الشركة أنها فتحت تحقيقا بالتعاون مع السلطات المختصة تعرض جايرو بولسونارو مرشح الرئاسة البريزيلي إلى محاولة اغتيال خلال حملة الانتخابية اليوم حيث يجري عملية عاجلة بعد تعرضه للطعن في البطن وصرح متحدث باسم الشرطة العسكرية بأن المشتبه فيه رجل يبلغ من العمر 40 عاما وأنه اعتقل على الفور مشيرا إلى أنه كان يحمل سكينا ملفوفا بقطعة قماش وأفادت عديد من المواقع الإخبارية بأن المهاجم مناظر سابق في حزب يسري لقد ألمني هذا الخبر البرازيل تعتبر ثالثة أكبر ديمقراطية في العالم وبلد مثل البرازيل لديه جوانب معينة من الديمقراطية لديها مرشح متقدم وفقا لاستطلاعات الرأي وعانى هذا المرشح من هجوم رخيص يجب أن نتأمل في مفهوم الديمقراطية ذاته ارتفع عدد ضحايا الززالة الذي ضرب بالأمس جزيرة هوكايدو اليابانية بقوة 6.7 درجات ليصل إلى 16 شخصا وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه جرى انتشال سبع جثث أخرى من المنطقة التي تعرضت لانهيار أرضي بفعل الززال وأشير إلى إصابة 350 شخصا فيما ما زال هناك 26 آخرين في عداد المفقودين وتتواصل أعمال البحث والإنقاذ في الجزيرة إنه لأمر مروع كنت دائما أمشي في هذا الشارع ولم أكن أتخيل أنه سيتم تدميره بهذه الطريقة لقد كنت محظوظا لأني كنت سأفقد حياتي هنا هناك حديقة بالقرب من هنا وهناك حمام ومياه جارية وهذا يساعدني كثيرا ولدي إمدادات المياه في المنزل لكني أحاول عدم استخدامها قدر الإمكان المياه الآن ثمينة قلب منتخب أوكرانيا تأخوره بهدف لسفر أمام مضيف منتخب تشيك إلى فوز ثمين وبهدفين مقابل هدف الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالقسم الثاني لبطولة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم تقدم المنتخب تشيك بهدف مبكر جاء عبر لعبه باتريك تشيك في الدقيقة الرابعة قبل أن يعادي ليفغين كنابليانكا لأوكرانيا في الدقيقة الخامسة والأربعين وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي أحرز أوليكساندر زينتشينكو هدف الفوز القاتل لأوكرانيا في الدقيقة التسعين بهذه النتيجة حصد منتخب أوكرانيا أول ثلاث نقاط له في المجموعة فيما ظل المنتخب تشيكي بلا نقاط المباراة المقبلة لأبناء المدرب شيف تشينكو سيستضيف فيها منتخب سلوفاكيا يوم التاسع من سبتمبر بملعب الفيف أرينا مسكن بدون زوايا ولا مسامير اليورت أو الخيمة هي تراث وطني تقليدي لقرغستان واندرجه ذمن قائمة اليونيسكو لتراث العالمي ماذا يعني اليورت بالنسبة لقرغستان ولماذا يفتخرونها بمنزيم لهم التقليدي الإجابة نتعرف عليها في التقرير التالي شهيدت مدينة إثنية من ثمانمائة خيمة على ارتفاع الفين وخمسمائة متر تقريبا فوق مستوى سطح البحر هذا المكان من أكثر الأماكن شعبية عند السياح والرياضيين الذين جاءوا إلى الألعاب العالمية للبدو الخيمة بالنسبة للقرغزي تراث وطني يمكن نصب هذا المنزل الجاهز في أي مكان يعجبك حيث ما كان سطح الأرض مستوى يشيد حتى بلا أي مسمار واحد وخلال وقت قصير جدا يستخدم لبناء الخيمة الخشب والجلود وصوف الحيوانات الجدران والسقف من الشعر العازل للرطوبة والحافظ للحرارة يبلغ ارتفاع الخيمة في الوسط حوالي ثلاثة أمتار وقطرها حوالي ستة أمتار قضى أجدادنا فصل الشتاء في الخيام أما اليوم وبشكل أساسي فيعيشون في الخيام في جويلي في فصل الصيف يمكننا القول أن الخيمة هي أكثر ما نفتخر به فهي بيت البدوي وأفضل منزل واحدة من تقاليد الثقافة القرقزية هي التنافس على سرعة نصب الخيمة تقام هذه المنافسات هنا أيضا قال مهندس معماري فرنسي أن اليورتا هي ذروة الهندسة المعمارية خصوصا وأن هذه الخيمة هي أكثر المنشآت ثباتا أمام الهزات الأرضية ويمكنها أن تتحمل عشر درجات ونصف على سلام ريختر تقليد آخر هو طرد الأرواح الشريرة من البيت قبل السكن في الخيمة يجب استحضار تقوسا خاصة ولقد قررت نوريا وأيغول وكيز جيبيك أن يقيموا في الخيمة خلال المهرجان لهذا المكان هالة خاصة وجو خاص يمكن الإحساس بكل هذا ليس فقط للمبيت ليلا ففي المساء نقيم ما يشبه الحفلة الموسيقية حول مائدة العشاء وكوماز وأكيني يجلسون ويغنون تزين الخيمة حوالي أربعمائة كيلوغرام ويكلف بناء هذا السكن الإثني من ثلاثة إلى خمسة ألاف دولار لك تشعر بأنك بدوي يكفيك أن تحضر إلى المهرجان في قرغستان إذ يعرض هنا على السياح الإقامة في الخيم والنوم على الأرض وتذوق المأكلات القرقزية التقليدية ختم نشرة اليوم المزيد من الأخبار الوطنية والعالمية تتابعونها عبر موقع uatv.ua كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب شكرا على حسن المتابعة ودمتم في رعاة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر